أهلا بحضراتكم مرة تانية النهاردة كان مؤتمر تقديم كولر المدير الفني سويسري جديد للنادي الأهلي مؤتمر كان دايما متعاودين في النادي الأهلي إن المؤتمر بيبقى منظم مرتب جدا بشكل محترم قوي والأهم من كده زي ما حراركم شايفين كم الحضور من الزملاء والإعلاميين لأي مؤتمر داخل النادي الأهلي أي حاجة بتتعلق بالأهلي بتلاقي حضور كسيف للغاية الكل بيبقى عايزي بالنسبة كنت النهاردة موجود في مؤتمر الصحفي وبحب دايماً أقرب من الصورة بشكل أكبر عشان أحاول أن أقلها لحضراتكم الانتباعات مبدئياً كانت جيدة لكن قبل ما أتكلم على حتة الانتباعات أكتر حاجة ملفتة دايماً بنشوفها في مؤتمرات النادي الأهلي أولاً الاحترافية والتنظيم والمظهر الرائع والتنصيق المميز وكل واحد معروف دوره مين حيتكلم مين مش عارف ايه مين حيقول كلمته والأسئلة بتاعت الصحفين بشكل منظم جداً مثلاً عن طريق الأستاذ جمال جبرو مدير إدارة الإعلام بالنادي الأهلي الأمور ماشي بالشكل المنصق اللي احنا عارفينه دايماً من خلال النادي الأهلي فحضور كسيف كالعادة وده بيعكس بشكل كبير جداً مدى قيمة النادي الأهلي ومدى قيمة مؤتمراته الصحفية اللي من خلالها بيتم الأعلان عن كل شيء رسمي بيتعلق دي النادي النهاردة أمر كان مهم جداً تقديم كولر المدير الفني الجديد السويسري اللي إن شاء الله نتمنى له كل التوفيق في حضور طبعاً كل أعضاء جهازه وقال معاون زي ما حضرتكم شايفين كده على الشاشة دلوقتي ولمسته أنا يعني كنت رحت النادي حضرت المؤتمر وجيت من بره بره على القناة هنا عشان الحلقة دي اللي لمسته أن الانتباع جيد عند كل الحضور الزملاء الإعلاميين بعد أعضاء النادي الأهلي أعضاء الجمال العمامية في النادي الناس مبسوطة الناس مبسوطة بس دايماً بينتظروا إن شاء الله إن الشغل يبين في الملعب وانتظروا إن الأهلي يكون يعني بيظهر بشكل جيد والأهم دايماً زي ما قال كولر الأهم إنك تكسب ودي رسالة مهمة أو هتطرق ليها دلوقتي لكن قبل ما أتكلم على الكلام ده عايز أقول عن أو أعلق عن حضور الكابتن محمود الخطيب للمؤتمر مش عادة الكابتن محمود الخطيب بالمناسبة يعني برضو مؤتمر سواري شانا كنت موجود وأكيد اتنقل لحلالكم برضو في التلفزيون من خلال شاشة قناة النادي الأهلي ما كانش موجود الكابتن محمود الخطيب لكن حرصوا على الحضور النهاردة ده ليه دلالات كبيرة جدا ليه دلالات كبيرة جدا أهمها صعوبة المرحلة أهمها يعني القصة بتاعت إن إحنا الموسم اللي فاتنا كناش موفقين فبالتالي رسائل من خلال حضور رئيس النادي لمؤتمر الصحفي إن خلاص المرحلة اللي جاية دي ما فيهاش أي مساحة للإخفاق أو للتهاون أو أي شيء إحنا في بداية مرحلة جديدة مهمة قوي أساسياتها العمل الشاق العمل الشاق عشان نتائج بإذن الله تعالى تكون نتائج إيجابية فحضور الكابتن محمود الخطيب النهاردة كان مهم وليه معاني كتير جدا في الحقيقة طبعا بداية المؤتمر كانت من خلال كلمة للكابتن سيد عبد الحفيز مدير الكورة في النادي الأهلي واللي رحب به كولر وقال له أنت موجود في نادي أوروبي داخل قرة أفريقيا وواجه له بعض الرسائل المهمة